السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته هل تتكلم من أرده في كم خطأ الناس بتعافيهم في الصلاة وها ليست أغدب لها الخطأ الأول هي اسمها الله أكبر ليس الله أكبر ركز يا ريت ركز اسمها الله أكبر ضم على الهاء ليس الله أكبر ليس أنه مضيقني جدا لا يوجد مرة أخرى أصلي لو أسمعها من الناس اللي تصلي وراي الله أكبر يا عم ما فيش واو يا عم يهديك يرديك ما فيش واو هم الناس مسيطرة على الكلام ده ثانيا بقى لما تخش الصلاة متأخر يريد تكبر تكبير الإحرام يعني ان دخلت لقيت الإمام ساجد الإمام راكع هتخش تكمل وراه فيه تكبيرة إحرام الله أكبر وتوقف وبعد كده تكبر تاني وتسجد أو تركع تشوف الإمام بيعمل ايه وتنزله فكده فيه تكبيرتين تكبيرة الإحرام عشان تخش الصلاة والتكبيرة الثانية عشان تلحق الحركة اللي هو عاملة كلام موضح الخطأ الثاني اللي هنتكلم عليه النهاردة هو التكبير أثناء الانتقال مش بعد الانتقال .جني pensyddين انتوا بتكبر وبتقول الله أكبر وتقف هتركع طول الله أكبر وبعدين تركع أو تركع وبتقول الله أكبر لأ لذلك هذا مش صحيح ال� мерMA policy ان انت تحقن有點 يعني انت واقف هتركع في النص بين الوقوف وبين الورقوع تقول الله أكبر لأن دي اسمه تكبيرة انتقال أثناء بنت تنتقل مش قبل تنتقل أو من بعد تنتقل هناك الناس اليوم يكبرون الميكرافون ويكبرون الانتقال يرى الميكرافون فين؟ ويقول الله أكبر عنده الميكرافون في الأرض وهو يزبط ينزل بعد دماغ وتغبط في الأرض يقول الله أكبر يا حبيبي والله هي نقلة تكبيرة انتقال ليس تكبيرة بعد الانتقال هناك فرق رهيب في الموضوع هذه الأشياء عند الحنفية تبطل الصلاة يعني ما ينفعش لازم تقول التكبيرة أثناء الانتقال مش بعدي ولا قبلي يعني أنا هواقف هرقع الله أكبر وأنا بتحرك وأنا بركع أقول الله أكبر أو وأنا هسجد وأنا نازل للسجود أقول الله أكبر ولا وأنا واقف ولا وأنا ساجد تفهم أصلي؟ خطأ الثالث بالله هنتكلم عنه النهاردة هو وانت قايم من رقوع يعني بتقول سمع الله لمن حمدة تلاقي الوراق ربنا وعلك الحمد والشكر يا عم جبت الشكر دي منين؟ مفيش والله العظيم ما موجود أقسم بالله ولا النبي قالها ولا الصحابة قالوها ولا حد قالها جبتها منين؟ انت اخترعتها همتى؟ هي ربنا ولك الحمد؟ أو اللهم ربنا لك الحمد؟ أو ربنا لك الحمد؟ يعني سياغها في حدود الحمد بس مفيش والشكر خالص ولا في أي دليل كان فيه يعني الأحسن أنك تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وراء صحابي في الظهر قالها وصلى وراء في العصر قالها فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم من الصلاة قالوا إن الملائكة تكتب حسنات أجر ليك من الكلمة دي من صلاة الظهر لحد دلوقتي ما خلصتش يعني عملا تكتب لك حسنات بسبب أن انت قلت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطان فدي سنة تقريرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقرره على الصحابي اللي أعلم طيب الخطأ اللي بعد كده حضرتك وانت قاعد بين جلسة دي جلستين سجد الجلسة اللي بين السجدتين اه عشان ما نحفظ كويس انت حدك وانت قاعد بين الجلسة اللي بين السجدتين انت سكت ليه لا ده موضع ذكر حضرتك انده ما نفعش تسكت وفيش حتة في الصلاة فيها سكوت يعني الناس بتقول بتكون سجدة تقوم الله أكبر وتوقعت سجدة واحدة تنزلته الله أكبر لا يا حبيب فيه دعاء بنقول اللهم أغفر لي عند ما تقررها يعني زي من بتقول سبحانه ربيا لأعلى سبحانه ربيا لا ت لا انتي تقرر بين السجدتين اللي جلست له هي بين السجدة والسجدة عندما Hang klima اللهم أغفر لي الله تكررها بقى لحد ما تزجوا التاني ملحوظة بقى أخيرا لأبهاتنا وأجدادنا اللي بيصلوا يعني ربنا يديكم الصحة ويقويكم يا رب ويعينكم ويدخلكم الجنة إن شاء الله يعني حضرتك وانت بتصلي وط صوتك بس شوية أنا صلاتي كلها أن أنا مركز في صلاتك أنت يعني حتى وانت ساجد بتدعي أنا بقول وراك أمين أنا مش عارف أدعي أنا مش بركز أن أنا أدعي الله يكرمك أنت زي أبويا وط صوتك شوية وبنجزيكم خير ويرزقنا إياكم الجنة ولو في أي أخطاء أنتوا شكين فيها أو أي حاجة يعني قلولي اكتبوا لي في الكومنتات وانا إن شاء الله نراجع مع بعض تاني يلا شوفكم حلقة جاية لا تنسوش سبسكرايب بقى وشير وزبطوا كتاب القناة السلام عليكم